اشتركوا في القناة من علي عليه الصلاة والسلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ويلحق بهم الأئمة من ذريتهم فقط ولا يشمل ولا تشمل هذه الآية غير الأئمة وفاطمة عليهم جميعا الصلاة والسلام اصطلاح قرآني خاص وردت بذلك الروايات المتواترة الصحيحة في كتب الخاصة والعامة أما في كتب العامة رووا روايات عن أم سلم في صحاحهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما جلل علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم الصلاة والسلام بالكساء قالت أم سلم أنا منكم قال لها مكانك وأنت على خير عاية التطهير نزلت الرسول يقول أنت ابقي مكانك لا تجين تحت الكساء لأنك لست من أهل البيت المعنيين في هذه الآية لكن أنت على خير لأن أم سلمة كانت أفضل زواجات الرسول بعد خديجة عليها السلام امرأة جليلة القدر لكنها لم تكن من أهل البيت بهذا المصطلح القرآني ثم هناك مصطلح آخر في كلمة أهل البيت يشمل جميع الذرية لأمير المؤمنين علي وفاطمة عليهم الصلاة والسلام وقرابات الرسول مثل جعفر ابن أبي طالب ومثل حمزة ابن عبد المطلب عليهم السلام ومثل عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب الشهيد في بادر ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله فكلمة أهل البيت في غير آية التطهير في الإصطلاح الثاني تشمل هؤلاء وتشمل الذرية الطيبة سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين يعني إذا انتشفت سيد شريف هذا من أهل البيت بأي معنى؟ بالمعنى العام لا بالمصطلح القرآني في آية التطهير ثم هناك إطلاق ثالث لهذه الكلمة كلمة أهل البيت بالمعنى اللغوي فهذا يشمل من في الدار سواء كان إنسانا أو حتى غير إنسان من أهل الدار وأما قول رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت فهنا يراد به تابع لنا لأن كلمة منا بمعنى التابع تستعمل كما ورد في قوله تعالى في سورة إبراهيم حيث يقول إبراهيم والله سبحانه وتعالى ينقل كلام إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الرحيم فمن تبعني فإنه مني يعني شنو يعني هو ملازم لي تابع لي يكون معي في الدنيا والآخرة فعلى كل حال ليصير خلط بين الإصطلاحات الإصطلاح القرآني في آية التطهير خاص بالأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفاطمة وآية التطهير لا تشمل حتى حمزة ولا تشمل جعفر ولا تشمل الأجلاء من الذرية الطيبة من الذين لم يكونوا من الأئمة عليهم الصلاة والسلام والإصطلاح الأعام يشمل جميع الذرية الطيبة وقرابات الرسول صلى الله عليه وآله في غير آية التطهير والإصطلاح اللغوي يشمل من في الدار